اشتركوا في القناة في مملكة البحرين وخارجها ليبرهن على قدرة وإمكانيات المملكة وأبنائها في تنظيم أكبر وأضخم السباقات العالمية منذ عام 2004 ومنذ أول انطلاقة لسباقات الفورميلة وان على أرض مملكة البحرين ونادي منظم رياضات السيارات المارشلز يتميز بعمل الفريق الواحد ويتطور عاما بعد عام إثر تراكم الخبرات في هذا المجال وتطبيقها بكل احترافية على أرض الواقع ونقلها إلى العالم أجمع نادي منظم رياضات السيارات المارشلز أصبح محط أنظار دول العالم وثقة الاتحاد الدولي للسيارات نظرا للخبرات الواسعة التي أتت بعد تنظيمه للعديد من السباقات العالمية وتعامله المثالي مع الأحداث الرياضية في مجال السيارات ليؤكد من خلال عمله المتواصل أنه الورقة الربحة في تنظيم السباقات المحلية والإقليمية والعالمية ويعتبر النادي من أكبر الأندية في مملكة البحرين حيث يضم أكثر من 900 فرد التحق بالعديد من الدورات وحصلوا بشكل مستمر ومكثف على التدريب المناسب الذي مكنهم من توزيع الأدوار ووضع خريطة عمل للوصول لأفضل جاهزية ولمواكبة كل ما هو جديد في عالم رياضة السيارات مملكة البحرين تعتبر اليوم نموذجا متميزا في إدارة وتنظيم رياضات السيارات على المستوى العالمي حيث أصبح نادي منظمي رياضة السيارات المارشلز الخيار الأول للإشراف والتنظيم والإدارة لأي دولة تتقدم لتنظيم سباق عالمي إثر عمله الاحترافي الذي يسعى للحفاظ على أعلى معايير السلامة وتعزيز بيئة تنفسية سلسة وعدلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر